صاحب المعالي الأخ الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس العلال الشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية أصحاب المعالي أستاذ الوزراء الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي بداية أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية بقيادة معالي الأخ الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس العلال الشؤون الإسلامية على توجيه الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر المحوري الهام الذي يكتسب أهمية مضاعفة كونه يأتي تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظ الله ورعاه الذي عودنا على رعاية فخامته لهذا المؤتمر كل عام انطلاقا من حرف فخامته الدائم على دعم كل ما يخدم أمتنا العربية والإسلامية في شتى المجالات كما أعرب عن سعادتي البالغة لتواجدي وسط هذه القامات الدينية والعلمية والفكرية الجليلة من مختلف انحاء العالم مثمن الجهود المخلصة التي بذلت من أجل إخلاج المؤتمر بهذه الصورة المتميزة التي تليق بأهمية الموضوع الحيوي الذي يتصدى له المؤتمر الحضور الكريم لقد أصبح الفضاء الإلكتروني قاطرة التطور والنمو البشري وعماد التقدم في مختلف المجالات كما أصبح شعار المرحلة الحالية والقادمة ولا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة في كافة مجالات الحياة تقريبا مما ساهم في توفير الوقت والجهد وطرح حلولا فعالة لمشكلات عديدة في عالم المعاصر وقد يبدو للوهل الأولى أن طبيعة التطورات في التكنولوجيا الحديثة تركز على مجالات بعيدة عن الخطاب الديني ولكن الواقع القائم يؤكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة قد تطور في العديد من المجالات بما فيها الخطاب الديني نفسه لأن التطور سنه من سنان الله تعالى في خلقه وهو أمر طبيعي تقتضي عوام البقاء على هذا الكون كما تؤكد في الوقت ذاته عالمية الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان وبالتالي لماذا نظل بعيدين عن الاستفادة من التطورات والوسائل التكنولوجية الحديثة التي هدى الله البشرية إليها والتي يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف الخطاب الديني مع الأخذ في الاعتبار أننا نتحدث عن تطوير الخطاب الديني وانظونه من حيث الشكل والإسلوب والوسائط والمساعدة على بسط آفاغه وتوسيع مجالاته الحضور الكريم لعلكم تتفقون معي أننا في ظل هذه المرحلة لم نعد لملك رفاهية الانتظار أو الاختيار ما بين الاعتماد على الفضاء الإلكتروني أو تجاهلة لا سما بعد أن أصبحت التكنولوجيا الحديثة خياراً رئيسياً للعنو المعرفة والتقدم وتدخل في كل مناحي الحياة وإنما التساءل المهم الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا ونعمل معاً على الإجابة عليه هو كيف يمكننا التحقيق التوظيف الآمن للفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا الحديثة في خدمة مصالح أمتنا العربية والإسلامية بشكل عام وفي خدمة أهداف الخطاب الديني بشكل خاص لأنه بغد ما يتيح الفضاء الإلكتروني من فرص عديدة لتنظيم وتيسير شؤون حياتنا فإنه يفرض في الوقت ذاته مشكلات والتحديات كثيرة لا بد من التعامل معها ويأتي في مقدمتها لاستخدام الخاطئ والتوظيف السيء لما تتيح العلمات التكنولوجية من إمكانيات هائلة فعلى مدار السنوات الماضية نجحت بعض التنظيمات التكفيرية المتطرفة في توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات التسويق لأنفسها والتجنيد عن بعد ونشف فكرها الظلامي البغير واعتقاداتها المنحرفة وفتاويها الضالة والمتطرفة البعيدة عن صحيح الدين مستهدفة بشكل خاص فئة الشباب الذين يمثلون نواة تقدم ونهضة مجتمعاتنا العربية والإسلامية لذلك فإن نشر الوعي والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة يمثل التحدي الرئيسي الذي يجب أن يتعامل معه بحذر كل من يتصدى للخطاب الديني حتى يمكنه تطويع التكنولوجيا لمصلحة الهدف النبيل الذي نسعى عليه دون المساس بالثوابت والتراثة الذي يقوم عليه ديننا الإسلامي الحنيف وهذا بدوره يضع مسؤولية عظيمة على عاتق المؤسسات الدينية من أجل إعداد أجيال من العلماء والمتخصصين ممن تكون لديهم القدرة على التعامل الآمن مع التكنولوجيا الحديثة بوعي ومهنية وفي الوقت ذاته تكون لديهم القدرة على مواجهة الاستخدام السيء لتلك التكنولوجيا من قبل جماعات الظلام المتطرفة وحماية النشء الصغير والشباب من الأفكار الهدامة التي تحاول هذه الجماعات بثها في عقولهم ونفوسهم الحضور الكريم أن البرلمان العربي يؤكد على ضرورة أن تلحق كافة الدول العربية والإسلامية بركب الثروة التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها في مختلف المجالات بما في ذلك الخطاب الديني لأن هذا الأمر لم يعد من قبيل الترف أو الرفاهية وإنما أصبح أمرا حتميا إذا أردنا سير في طريق التقدم ولكننا نأكد في الوقت ذاته على ضرورة وضع خطط وآليات عمل ومنظومة تشريعية متطورة من أجل توظيف تلك التكنولوجيا بشكل آمن يحافظ على ثوابت وأصول ديننا الإسلامي الحنيف بما يتناسب أيضا مع خصوصية المجتمعات العربية والإسلامية ومنظومة القيم السائدة بها وأننا على يقين تام بأنكم على قدر هذه المسؤولية العظيمة من أجل قد أفضل مستقبل مشرق لأبنائنا ولماتنا العربية والإسلامية مرة أخرى أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى وزارة الأبقاء بجمهورية مصر العربية على حسن تنظيم أعمال هذا المؤتمر وكرم الضيافة وحسن الإفادة آمل أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه أشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا